صباح الخير عليك يا شازلي وصباح الخير على كل مشاهدين في كل مكان الحقيقة إنه من ساعة ما تم الإعلان عن قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي والعالم كله بيسأل طب إحنا هنعمل إيه؟ طيب الحقيقة إنه الحكومة المصرية كان عندها تعامل مستقبلي مع الموضوع بمعنى إنه الدولة ما استنتش تظهر لنا أزمات دولية علشان نبدأ نتعامل معها مصر اشتغلت من سنين صحيح ساعتها كنا بنشتغل وهدفنا إن إحنا نبني الاقتصاد ونبني البلد من أول وجديد عمل ده وظهر يعني من خلال التلات سنين اللي اشتغلنا فيهم على تعميق التصنيع المحلي من 2019 يعني قبل ما تظهر أصلا تدعيات فيروس كورونا وقبل ما تظهر تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة لده كمان يا هدير إحنا زودنا صادراتنا المصرية وكمان كان فيه اهتمام من حوالي أربع سنين لزيادتها لأنها واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة كمان كثفنا من نشاطنا وفتحنا أسواق جديدة لمنتجات بتاعتنا وفي الكامل سنة اللي في أدوه نجحت الجهود في زيادة الصادرات لـ 45 مليار دولار ده في سنة 2020-2021 صحيح ده كمان بالإضافة لأنه الدولة تجهت خلال الكامل سنة اللي فيته واشتغلت على مسألة ترشيد الواردات من خلال أن احنا نزود الاستثمارات في قطاع الطاقة واللي حققنا فيه نتائج مبهرة جدا في وقت بسيط علشان كده حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي من 3 سنين وبكده نكون وفرنا مليارات من الدولارات كانت بتبقى موجهة لاستراد هذا الغاز وبالتالي دلوقتي الحمد لله بقينا بنصدر الغاز بقيمة 4 مليار دولار مع زيادة القدرات الإنتاجية للمنتجات البترولية من خلال بقى مجموعة كبيرة من المشروعات زي مجمع مسترد للبيتروكيمويات اللي بنستهدف من خلاله عشان نوصل للاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023 وبالتالي هنوفر برضو مليارات الدولارات وكمان هنخفف العبق عن موازنة الدولة بالإضافة لده مصر أنشاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية وكمان زودنا من زراعة الأمحة الحالة يعني عايزين نقول حضراتكم أنه الدولة شغالة وفق خطط ومؤشرات ودرسات مستقبلية وشغالين على أي سيناريو وعلى أي يعني مستجدات ممكن تطرق دلوقتي أو بعد أسبوع أو حتى بعد سنة مع كل سيناريو بيتم دراسة المستجدات كويس جدا الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن الاقتصاد بيتابع الأوضاع العالمية الرهينة بجدية أمة وعندها دراسات مستقبلية تقدر من خلالها أنها تتعامل مع أي ظروف بتطرق على العالم كله يبقى على المواطن ترشيد الاستهلاك وأعتقد أن دي كلمة السر أن احنا نعبر الأيام القادمة بإذن الله على كل خير بنصبح على حضراتكم في كل مكان وصباح الخير يا مصر